بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا عدوان إلا على الظالمين مشاهدين الكرام مسعد الله جميع وقاتكم بكل خير نحييكم تحية طيبة في برنامج الحدث هذا البرنامج الذي يتواكب مع هذه الحملة المباركة التي يقوم بها الحلفاء الانتصارا للشرعية في اليمن بعد دعوة الرئيس اليمني الشرعي عبد الرب منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين والموالين أيضا للمخلوع علي عبد الله صالح اليوم نتواصل إن شاء الله سيستمر الحديث برنامج الحدث لن يتوقف بإذن الله تعالى حتى تنتصر الشرعية لألشقاء في اليمن اليوم إن شاء الله سيكون معي في الاستوديو ضيوفنا عزاء الأستاذ عبد الله الجنيدي المحلل والمتابع للشأن اليمني حياك الله أستاذ عبد الله سرّفنا أيضا معي كذلك الأستاذ سعد السعيدي أعلامي كويتي وأيضا مدير مكتب قناة الجزيرة في الكويت حياك الله أستاذ سعد صحيح عموما بداية حقيقة دعونا نتحدث إلى المشاهدين الكرام إلى أن يجهز أيضا ضيفنا من بيروت أسعد بشارة كاتب محل سياسي بجريدة الجمهورية اللبنانية مشاهدين الكرام إلى أن يجهز سوف نواصل الحديث وإضا ضم لنا بإذن الله تعالى سنشرك أيضا في حديثنا ولكن بداية وقبل أن نتحدث مع ضيوفنا دعونا نبقى مع هذا التقرير الذي يتحدث عن آخر التطورات في اليمن مع تواصل عمليات عاصفة الحزم بات الحوثيون وقوات المخلوع يتخبطون في كثير من جبهات القتال في اليمن فيما وسعت اللجانة الشعبية من نطاق انتشارها وأخذت زمام المبادرة لدحر الحوثيين وأتباعهم بمساندة غارات طائرات قوات تحالف عاصفة الحزم حيث ركزت تلك الغارات الجوية على استهداف العربات والآليات والتجمعات ومخازن السلاح والوقود لميليشيات الحوثي وحلفائها من أنصار المخلوع في عدة مناطق مختلفة باليمن وفي صنعاء تم استهداف تحركات الحوثيين أثناء محاولتهم نقل معدات وآليات إلى شمال اليمن وتم تدمير تلك القوافل التي كانت تضم قواظف لصواريخ باليستية من طراز سكود وفي عدن أوضحت المصادر أن التواصل والتنسيق بين قوات الحزم والمقاومة الشعبية أصبحت أكثر دقة ما أدى إلى زيادة دقة استهداف الحوثيين داخل أحياء المدينة لمنعهم من مواصلة الكر والفر خصوصا في مناطق خور مكسر والمعلى وحول المطار وفي مدينة تعز غربية اليمن وقعت مواجهات عنيفة بين اللواء الخامس والثلاثين من جهة وقوات الرئيس المخلوع ومسلحي الحوثي من جهة أخرى وتمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على عدة مناطق في المدينة وأكدت مصادر أن المقاومة الشعبية قصفت معسكر القوات الخاصة الموالية للمخلوع وجماعة الحوثي في تعز بقضائف الهاون ونشرت أفرادها في شوارع المدينة وأحيائها وفي صعدة شمال اليمن معقل الحوثيين ضربت قوات الحزم عمق مواقع الحوثيين كي لا تسمح لهم بثنظيم صفوفهم وتنفيذ أي عمل دين طاق واسع على الشريط الحدودي إذن مشاهدين الكرام كما شهدنا جميعا الأحداث الأخيرة والأحداث الدراماتيكية التي تحدث في اليمن الشقيق بين كر وفر كما سمعنا في التقرير سيد عبدالله بداية دعنا نتحدث عن الشأن اليمني في البداية وآخر التطورات كيف شهدت آخر التطورات خصوصا في هذا التقرير الذي تحدث عن التطورات والكر والفر بين الميليشيات الحوثي وكذلك اللجان الشعبية في اليمن إذا أردنا أن نتحدث بشكل عام حول الوضع في اليمن فنبدأها أولا من عدن عدن الآن تحولت المعارك من مسألة الهجوم على المواقع للمقاومين إلى مسألة دحر الحوثيين وإخراجهم ولم يبقى هناك إلا مجموعة من الذين يستخدمون الممرات الأرضية التي موجودة في مطار عدن وموجودة في مقر القوات الخاصة من جهة بدر إلى أطراف العند هذه الممرات التي تقهز لها المخلوع بكل ما أوتي من قوة هذا الآن تحولت الأمور بعد عاصفة الحزم تحولت الأمور فبدلا من أن كان الشباب يهجم عليهم الآن هم يهاجمون والضربات قاصمة فهناك ملعب 22 مايو قصف وفيه مجموعة كبيرة من الأسلحة أما إذا تحولنا إلى شأن تعز الآن حاليا طيب طيب خلينا سألك قبل ما نتج إلى تعز الملعب يعني تخزين الأسلحة في الملعب كما ذكرت ما المراد من تخزينها في الملعب هل هو لإخفائها أم ليقصى في الملعب وبالتالي يأخذ جانب إنساني هل وضعية هذه الأسلحة كانت قبل الأحداث ثم بعد عاصفة الحزم؟ بالنسبة لأعمال الحوثيين يعني المضطردة منذ دخولهم صنعاء هم يضحون بالبشر في أي طريقة يستخدمونها فبعد أن قامت عاصفة الحزم وكانت الضربات موجهة إليهم ولترساناتهم ولأسلحتهم ولقافلاتهم التي تتوجه إلى عدم لأسلحتهم تحولوا إلى أنهم أصبحوا صيد سهل مما أدى إلى أن يأخذوا هذه الأسلحة ويخزنها منها في المستشفيات منها في بيوت الذين وضعوا عليهم لقامة الجبرية من مسؤولين ومن مشايخ ومنهم من تواطئ الذين يعملون معهم من أبناء وقيادات علي عبد الله صالح المخلوع نعم آخرها كان في بيت خالد بحاح خالد بحاح عندما عين يعني نصبت على بيته المدافع هنا لكي يستهدف بأنه كذلك وكذلك الممرات المستشفيات مستشفيات جامعة العلم والتكنولوجيا في صنعاء ملعب في إب كذلك في 22 مايو في إب كذلك وفي عدن كل هذه الأشياء وكل هذا العمل هو ديدنهم لأنه لا أخلاقيات عندهم سواء حرب ولهنا قواعد للاشتباك في معاييرهم فهم أتوا من أين عموما يعني عدم الأخلاقيات واضحة للعيان يعني لا تحتاج إلى شاهد ولكن أخي سعاد ونحن نتحدث قبل قليل تحدث الأستاذ عبد الله عن وضع المدافع ومضادات الطائرات فوق منزل نائب الرئيس خالد بحاح بعد أن عين نائبا للرئيس وعقد المؤسمر الصحفي ما الهدف يعني أنت كإعلامي وكمهتم في الشأن العربي ما الهدف من وضع هذه المضادة هل يريدون فعلا أن يدمر المنزل أم هناك أسباب أخرى يعني أولا دعني قبل أن أبدأ بالترحم على شهداء هذه العاصفة عاصفة الحزم الذين حقيقة تعطرت أرضنا وأرضنا أقصد ليست أرض المملكة العربية السعودية فقط بل أرض الخليج تعطرت بدماؤهم الزكية النبيلة الطاهرة وأيضا أتمنى دائما للمصابين برصاصات الغدر والخيانة والتي جاءت من جار يفترض أن لا يكون بهذه الطريقة يتعامل مع جار قدم له الكثير وأراد له الخير دائما وهي المملكة العربية السعودية عاصفة الحزم وقبل أن يعود إلى سؤالك هذه العاصفة لم تعصف فقط بإعادة الشرعية وأنقاذها وأن كان هذا الهدف المعلن وهو الهدف الحقيقي بعد أن وجه الرئيس وهو الشرعية الحقيقية وجه ندائه إلى مساعدة الأشقاء في اليمن بعد أن يعني قضي الأمر وأسقط ما بين يديه حتى أنه حصر في كل شيء أيضا هذه العاصفة أخذت منحة آخر وهي عاصفة حتى لا نقول أيضا عاصفة لدينا نحن في أرواحنا عصفت لدى الخليجيين عصفت لدى السعوديين عصفت بعقول عششت بها اعتقاد دائم بأن الخليجيين هم ضعاف وهم دائما يسكنهم الوهن بينما هم يعتقدون هذا التسامح الخليجي وهذا السلام الخليجي وهذه الصداقة الخليجية وهذه التنمية الخليجية التي كانت تبعثها يمينا وشمالا لدول عربية وجارة وغير جارة وبلا منها هذا كانت تفهمه بعض العقول التي عشش بها المرض والتي سخرت نفسها واعتبرت نفسها أجندة وأداء إلى دول لا تريد الخير لهذه المنطقة هذه العاصفة عصفت بعقولهم وعصفت بأمراضهم وأعادت الحق لنا وأعادت الاعتبار الحقيقي لأن هذه الدول دول الخليج والتي تقودها المملكة العربية السعودية التي نعتز ونتشرف دائما أن نكون بين ظهرانيهم هذه العاصفة أعادت الاعتبار لنا نحن قبل أن تعيد الاعتبار والإنقاذ للشعب اليمني هذه التوطية أردت أن نتقدم بها في البداية عودتنا إلى سؤالك وبالنسبة لنصب الأسلحة هذه الحرب وأكد عليها أكثر من متحدث حرب أخلاقية بمعنى أنها لم تستهدف أرادت أن تتجنب المدنيين وأردت أن تبتعد عن المدنيين قدر الإمكان ولذلك لم نشاهد حتى الآن أي صور يستطيع أن يقدم لها المحروق المخلوع صالح والذي معه الميليشيا الحوثية لم يستطع أن يقدم صور لمدنيين أصابتهم طائرات التي تنطلق طائرات الحق وصواريخ الحق لإعادة الشرعية هذه الصواريخ لم تنطلق تجاههم بينما كانت حرب أخلاقية وأيضا لم تستهدف البنية التحتية بمعنى الأيام الأسبوعين الأولين لم يأتي أي قصف لجسر إلى هذه الدرجة حاولوا يبتعدون حتى على الطرق الحيوية وإلى الأماكن الحيوية وإلى الجامعات رغم أنهم يعتقدون بأن هذه أماكن خزنت بها الأسلحة ولذلك العصور هم قدموا صور ولكن صور للثورة السورية يعني القتلة في الثورة السورية التزييف عادتهم دائما ويعتقد المخلوع بأنه يخدع الناس دائما لذلك أنا عودت لأن هذه الحرب بالفعل تفادت المدنيين وأيضا تفادت البنية التحتية لذلك هم أرادوا حتى لما ضرب الملعب الأستاذ الملعب حتى ضرب الملعب لم يكن إلا التأكد بأن فيها أسلحة قد تكون مؤثرة على واليوم سمعنا أيضا حتى أسيري المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف عاصبة الحزم قال بأن هناك مزارع هم متأكدين هناك مزارع لشخصيات وشيوخ قبال واحتراما وتقديرا لهؤلاء الشيوخ ناشدهم على سيريا اليوم بأن لا يتركون هذه المزارع تستغل بأسلحة وأجهزة قد تكون ضد عاصبة الحزم قواته جميلة أستاذ عبد الله يعني ذكر الأستاذ سعد بأن هناك طبعا كما ذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأن هناك أيضا أسلحة موجودة في مزارع لبعض شيوخ القبائل هؤلاء شيوخ هل هم راضون عن هذه أم رغم إرادتهم أخي الحبيب الذي وقف مع الحسين منذ دخول عمران ثم إلى صنعا مشايخ مدعومون من المخلوع وهم قيادات عليا سواء في المؤتمر الشعبي العام أو من من كانوا لهم الصولة والجولة في قطاعات النفط والموارد المالية والمصالح يعني مصلحون نعم لا زالوا يتمصلحون ومنهم من غلب على أمره ولكنه الذي غلب على أمره الشريف منهم قد أعلن الولاء للشرعية أو أنه خرج من الوطن لم يستغل ولكن أولئك يعني في المزارع تكلم عسيري وغيره يتكلمون عن أماكن موجودة فيها أسلحة وعندما تأتي ضربات الحزب عاصفة الحزب على هذه المواقع فإنك تجد حجم التدمير الهائل من المتفجرات هي مكان أسلحة فهو الآن يعيد يعيد يريد أن يعيد جبهة يريد في المرحلة القادمة عروض الولاء وعروض أني أريد أخرج وعروض أنهم أولا يقاف عاصفة الحزب يريد أن يتف على هذه العاصفة يريد أن يكسب من الوقت ومن المؤيدين ومن الهالة الإعلامية التي يتبارى لها حسن نصر الله وإيران ومن كانوا يزعمون أن هؤلاء أبرياء أين البراء في 250 ألف ربع مليون سوري يقتلون ولا يحركون ساكنا وهؤلاء لم يقتلوا إلا من حمل السلاح ووجهه إلى صدور اليمنين أولئك لا أخلاق لهم وأما عاصفة الحزب فأقولها باختصار بحد الحزب تشتث الرقاب رقاب البغي لا أقصد الأبرياء بحد الحزب تشتث الرقاب ولا يجدي مع البغي العتاب تماد الظلم والأنصار غابوا وبات العرض تنهشه الذئاب فأين الغاضبون على الأعادي إذا مست بأمتنا ثياب اليوم عراض هتكت ودماء سالة مساجد هدمت مصاحف دنست من ينصرهم وخير شاهد على ذلك المساجد الموجودة في عدم المساجد حتى والله الذي لا إله غيره قناعة في نفسي أن مسجد الحشوش وغيره إنما هو من استخبارات المخلوع لكي يتسنى لهم هم لا يقتاتون إلا بالدماء ولا يبنون مصالحهم إلا على الدماء وهم هكذا ديدا يهتكون بيوت الله جل وعلا بحقة أن فيهم لسان الضعيف لسان الضعيف دواعش تكفيريين هذا صحيح لكن دائما حبل الكذب قصير وإذا كان المخلوع وأعوانه يرون بأن الكذب والناس الآن في هذا الزمن قد أصبحوا مغفلين إلى ما لا نهاية فهم يعتقدون الخطأ دائما دعوني الآن مشاهدين الكرام أيضا نرحب بضيفي المنظم لنا الآن على الهوى من لبنان الأستاذ سعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي بجريدة الجمهورية اللبنانية حياك الله أستاذ سعد مصال خير لك وللدينف الكرام وللمشاهدين أستاذ سعد بداية ونحن نتحدث توطيئة للبداية في هذه الحلقة من البرنامج تحدثنا وشهدنا تقرير عن الأحداث السياسية التي تجري الآن الكر والفر في اليمن أيضا بعض الاشتباكات هنا وهناك في الجمهورية اليمنية الشقيقة أنت كمتابع من لبنان وأيضا متابع للحدث كيف ترى آخر التطورات في هذا البلد الشقيق يعني للحقيقة تأخرت المملكة العربية السعودية في قيادة هذا التحالف في مواجهة النفوذ الإيراني في اليمن ولكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا صحيح فإيران على ما يبدو كانت قد اعتقدت بأن الدول العربية والمملكة هي أكبر وأبرز الدول العربية دول ليس لها أنياب وأن سياستها قائمة على الابتعاد عن قدر الإمكان عن الدخول في مشكل أو اشتباك وبالتالي عندما توسعت إيران في العراق وعندما نفذت ما نفذت في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد الذي قتل شعبه وعندما نفذت السابع من أيار في بيروت اعتقدت أن اليمن هو اللقمة السائغة التي سوف تنالها وقالوها علنا قالوا أنهم الآن باتوا سيطرون على أربع عواصم عربية وتفخروا بأن أقدامهم وصلت إلى مياه المتوسط باعتقاد المملكة العربية السعودية عندما قادت هذا التحالف فإنها أنتجت دينامية عربية لا تتعلق فقط بالأمن القوم السعودي وإيران تستهدف السعودية من جنوب الجزيرة أي من اليمن وتستهدف العمق الأمن القوم العربي أنتجت المملكة العربية السعودية هذه الدينامية ومتابعة التفاصيل العسكرية على الأرض منذ أكثر من 20 يوم لانطلاقة هذه العملية تدل على احترافية كبيرة أنا لا أريد أن أبالغ لكن ما نراه وما نتبعه هو عمل احترافي نظيف إلى حد بعيد أدى إلى تغيير نسبي في المعادلة بانتظار أن تستكمل هذه الخطوات العسكرية ما ألاحظه بالنسبة للحملة العسكرية حملة التحالف هو أنها حملة منظمة هو أنها حملة طويلة الأمد وطويلة النفس بمعنى أن المملكة قادرة على الاستمرار في هذه الحملة حتى إعادة تغيير المشهد في اليمن في مواجهة النفوذ الإيراني سواء على صعيد الضربات الجوية التي تدل على أنها تحصل بفعل معلومات استخبارية دقيقة بحيث أنها قطعت التواصل ما بين الحسيين من صعدة إلى الجنوب إلى صنعاء واستهداف جماعة علي عبدالله صالح التي هي يبدو أنها في حالة زواج متعة مع جماعة الحوسي يعني هذا الزواج المصلحي الذي مخالف لكل تاريخ اليمن نعم ثانياً بالإضافة إلى النجاح المخابراتي والنجاح في قيادة العمليات والنجاح في تظهيرها للرأي العام العربي على طريقة الإجازات اليومية هناك نجاح في محاولة بداية واليمنيون يعرفوها أكثر منا في إعادة تمكين القوى المؤيدة للشرعية على الأرض أيضاً من تشكيل حالة معينة تسهم من عدن أو من صنعاء يعني من أي منطقة يمكن أن تتحرر من الانتشار الحوسي وجماعة علي عبدالله صالح والجيش المؤيد علي عبدالله صالح تسهم في إيجاد بقعة تتمدد شيئاً فشيئاً لتعيد تحرير اليمن بكل مانع الكلمة تحرير اليمن لأن اليمن هو يمن محتل لا يكفي أن يكون الحوثيون يمنيون على التذكرة أو بوثائق الجنسية اليمنية هذا هو نفوذ يمني يلبس لباس الحوثيين وبالتالي هذه الحملة لها أقعاد كبيرة تقصد نفوذ إيراني نفوذ إيراني 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 عفواً فأذن تماماً فأذن هذه الحملة هي البداية في اليمن أعتقد أن موضوع النفوذ الإيراني في كل المنطقة بدأنا مرحلة جديدة في التعامل مع مواجهة هذا النفوذ وللمملكة العربية السعودية اليوم دور كبير في هذا الموضوع وإذا لم تقم المملكة ولم يقم التحالف بهذه العملية فباعتقادي أن إيران لن تقف عند أسوار اليمن نعم نعم أستاذ عبد الله يعني تحدث الأستاذ أسعد بأن الحوثيون يقومون بعملياتهم ولكن طبعاً قرارات من إيران هل وصلت الدرجة يعني وصلت وصل بنا الأمر إلى هذه الدرجة التي يعيث شخص ببلده يعيث فيها فساداً طبعاً أيضاً إمرأة من خارج البلد ولو كانت إمرأة عربية ممكن نقول بأنها لا بأس ولكن إمرأة من الفرس في هذا الجانب الإيرانيين تحديداً طيب ارجع إلى الجذور التاريخية تقد أن الحوثيين والمالكي في إيران وحزب الله إذا بحثت عن الجانب الشيعية المؤصلة في الشيعة الإمامية الثنى عشرية عقيدة التقية عقيدة التقية فإنهم يظهرون المسالمة في أثناء ما تكون هناك دولة قوية لضربهم وتأديبهم وإذا ما سنحت لهم الفرصة كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة لا قرابة ولا عاد فقرابة الوطن لا تعنيهم لا أنا أقصد إيران لا أنا أقصد أنه الولاء لإيران أكثر من الولاء لليمن أكثر من الولاء لبن عمك مثلا في المنطقة طيب يلقي نظره على المالكي لم يتنازل عن السلطة حتى هتاه الأمر من خامنئه بأن يذهب وأطاع الأمر وأطاع الأمر وهم تعتقدون نفس المنهج نفس الطريقة نفس المنهج نفس الطريقة فإيران فإيران لو أمأت لهم إيماء بأن يرجعوا إلى صعده وإن كفئوا هناك لسمعوا الكلام وحزب الله لو قالت له يترك المجال هنا في سوريا وعد إلى لبنان لقال سمعا وطاعة نعم هذا ديدا إذن هم ينفذون الأجندة الإيرانية الإيرانية نعم طيب أستاذ سعد ونحن نتحدث تحدث الأستاذ عبد الله عن حسن نصر الله وسمعنا اليوم خطاب حسن نصر الله يهاجم الخليج يهاجم دول التحالف يهاجم كل من تدخل لنصرة الأشقاء في اليمن وبالتالي نحن نعرف هذا الشيء بأنه يأخذ الأوامر من إيران وأن إيران هي التي بدل أن تتكلم تبعث واحدا من أهلنا ومن العرب على وجه التحديد ليتحدث بهذا الأمر ليكون له مصدقية ويكون له قبول صحيح بس قبل أريد أن أوضح نقطة مهمة أن هذه الحرب دفعت لها دول الخليج والمملكة دفعا إلى أن يحاولوا أن يحلوا كل الأمور وبكل الطرق ولكن لم تأتي بنتيجة كان هناك إصرار على أن تكون إيران أو تكون صنعاه هي عاصمة رابعة لكما هم أعلن الإمبراطورية الإمبراطورية لكما هم أعلن لذلك نحن ندافع عن يعني أمننا القومي بالأخير والأمن الخليجي الحرب أيضا نقطة مهمة هي ليست حربا طائفية ودائما ما يؤكد المسؤولين الذين قاموا بهذه الحرب والذين يعني اتخذوا هذا القرار المبارك أن الحرب ليست طائفية والدليل أنهم حتى أن الحوار حين دعي لم يقصى حتى الحوثي يعني حزب أنصار الله وهم أبعد ما يكونون لأنصار الله صراحة وليسوا حتى حزبا لله أبعد ما يكونون عن هذا الأمر ولذلك لم يتم قصاهم في الحوار لحل المشاكل الآن عودة إلى أن حسن نصر الله اليوم اليوم خطاب حسن نصر الله أيضا تزامن مع خطاب لمسؤول إيراني أيضا كان بنفس الوتيرة الهجوم على إيران لاحظ أن حسن نصر الله هذا هو خطاب الرابع أعتقد له منذ خلال 23 يوم وهي بداية عاصفة الحزم يبدو أن حسن نصر الله أو حسن زميره درجة حرارته مرتفعة جدا باعتبار أن ولاة الفقير أو أسياده في إيران أرادوا منه أن يعمل شيء ولا يعرف ما يذا يعمل لذلك حسن زميره اليوم شن هجوما لن يستمع له أحد بعد أن انكشفت الألعيب وانكشف الوجه الحقيقي لنصر الله وكل من كان يتشدق في المقامة يوم من الأيام كنا نساند حسن نصر الله ونساند حزب الله أثناء ما كان نعتقد بأنه مقاوما وكان يدعي هذه الأمور أما وقد ابتعد عن الحقيقة المقاومة والدعوات التي كان يكشفها أو كان يدعيها لا الآن حسن نصر الله انكشف وجهه ولذلك لاحظ أن حتى ليس حسن نصر الله بل ارتفعت بدءا من الحوثي عبد الملك الحوثي في خطاب ويبدو أن حسن نصر الله يلعب هذا الدور الحوثي لا يستطيع أن يتكلم الآن ليس لديه منبر يتكلم منه محصور في أحد كهوف مران في صعدة أيضا الدور جاي عليه الدور إن شاء الله لذلك يبدو أن الحوارة مرتفعة حتى في إيران وصل الأمر إلى أن يخرج المرشد خامنائي وأيضا يوجه انتقاداته وسهوم الانتقاد بالشتم المبطن أيضا لهذه المنطقة لكن دعني أختم لك بأن هذا دليل على أن هناك خوف من أن يتكرر هذا السيناريو أو ينتكرر هذا الانتعاش أو خوف من تشكل محور جديد قد يضر بسوريا سوريا عربية وستبقى عربية وأن أصبحت مؤقتا تحت إدارة الفلس هذا ما أريد أن أصنع سوريا والعراق عربيتان وأيضا كل البلاد العربية هي للعرب وليست لأي شيء آخر أستاذ أسعد حقيقة اليوم شهدنا الخطاب أنتم في لبنان كيف رأيتم خطاب حسن نصر الله الذي هاجم به دول التحالف هاجم عاصفة الحزم التي ذكر بأنها تقتل الأبرياء وهو في سوريا ينصر الشرعية إنه تعبير عن إزدواجية المعايير وتعبير عن أن نصر الله هو ناطق باسم إيران وهو مكلف كما تفضلت بأن يكون صوتا عربيا داعما للحوسيين باعتبار أنه يمثل أحد الأزرع إيران في لبنان للحقيقة أنا أرى أن خطاب نصر الله هو انكشاف كامل للقناع عن حزب الله وباعتباره أداة لإيران ينفذ ما تريده في المنطقة ويساعد على تحقيق جملة أمور خطيرة أولا في تأجيج الصراع المذهبي وما فعله في سوريا خير شاهد على ذلك وثانيا في تحويل الشيع العرب إلى ما يشبه الجاليات الإيرانية وهذا أمر باعتقادي ليس حقيقيا ولا يفترض أن يتم التسليم به الصراع ليس مذهبيا ليس سنيا شيعيا في العالم العربي الصراع هو في مواجهة النفوذ الإيراني الذي يحاول أن يستعمل الشيع العرب وأن يضعهم كجاليات مصر الله اليوم تخطى كل الاعتبارات وامتقادي محاولة قلب الحقائق يعكس مأزق نجاح عملية عاصفة الحزم ويعكس المفاجأة الإيرانية من مبادرة المملكة العربية السعودية لشن هذه الحرب المشروعة في اليمن دعما للشرعية ومنعا لتفتيت اليمن ومنعا لتحويل اليمن إلى منطقة نفوذ إيرانية غير ذلك سلاسة خطابات منذ عشرين يوم في الموضوع اليمني وما علاقة نصر الله باليمن وكيف يمكن أن يجيز فريق لنفسه بأن يخرج بهذه الفجاجة استاذ أسعد هذه الخطابات التي ذكرتها والخطابات الكثيرة في هذه المدة الزمنية من حسن نصر الله حقيقة لم نتعودها في حسن نصر الله عندما يتحدث عن شؤون الأمة العربية التي تهمه كثيرا ولكن هذه الخطابات الكثيرة على ماذا ترجعها هل هو يخاف أن يكون الدور عليه في قادم الأيام باعتقادي أن يعني حزب الله هو جزء من المنظومة الإيرانية في العالم العربي يعني ماذا فعلت إيران وسأجيبك على السؤال ماذا فعلت إيران في هذه الكيانات العربية تفكيك العراق بفعل الاحتقال المذنبي الذي مورس بعد العام 2003 تاريخ الدخول الأمريكي صحيح في لبنان محاولة تفتيت الدولة وتسليح حزب الله والتنفيذ سبع أيار في بيروت الآن بيروت تدعم سبع أيار في صنعاء يعني هذا شبيه الأشقاء حزب الله الحسيين يقومون بما فعله هو نفسه في بيروت بالتالي الدفاع عن الحسيين وكأنه دفاع عن حزب الله وهذا هو سبب أيضا ولكن باعتقادي أن هذا أمر مكلف به من طهران يعني أحد أحد أسباب تكليف إيران لنصر الله بهذا الدور هو الاعتقاد بأن نصر الله ما يزال يحتفظ بهالا معينة ناتجة عن المقاومة بوجه إسرائيل ولكن للأسف إيران استعملت حزب الله إلى درجة جففت فيها كل هذا المخزون بدءا من من مناصرة نظام الاستبداد في دمشق والمشاركة في جرائمه وصولا إلى التدخل الآن في اليمن وما حصل قبل ذلك في بيروت من اختيار رفيق الحريري والسبع من أيار وغيره الآن للأسف نجحت إيران في زيادة هذا الاحتقال المذهبي ويتستعمل حزب الله والحصيين وغيرهم لتنفيذ سياساتها غير آبها بأن هذه البيئة التي تحضن هذه القوة هي تدفع السمن في النهاية ولا يريد أحد أن يدفع أحد ثمنا ولكن للأسف إيران تقاتل عن بعيد بالريموت كنترول تدفع الأموال وتحشد بالإيديولوجيا المذهبية وتترك لأولاء أن ينفذوا سياساتها وهي تحصب تفاوضا مع الولايات المتحدة الأمريكية على ما تعتقده تكريسا لموقع إقليمي معين أو كشريك إقليمي للقوة الدولية الأبرز التي هي الولايات المتحدة الأمريكية جميل إضافة حتى حسن نصر الله لما تحدث أعلنها وبكل وقاحة قال بأن لبنان وهي الدولة العربية وبكل وقاحة هي تابعة وامتداء وهي تابعة والقرية وهذا الكرام ليس جديدا من شباب من شباب أول الله إذن مشاهدين الكرام دعونا الآن تأييد لعاصفة الحزم تزداد يوما بعد يوم في كل عاصمة من عاصم البلاد الإسلامية وأيضا البلاد العربية اليوم في باكستان أيضا كان هناك تأييد لعاصفة الحزم دعونا نشاهد هذا التقرير عن هذا التأييد وما يحتويه ومن ثم سنعود إن شاء الله للحديث عن الحدث الشارع الباكستاني تحرك وبقوة من منطلق وطني وأخوي مع المملكة العربية السعودية وعملية عاصفة الحزم وجاءت أقوى الحشود في مدينة لاهور التي تجمع آلاف من مؤيدي وأنصار جماعة الدعوة الباكستانية وسط المدينة دعما لشرعية الرئيس هادي ورفضا للميليشيات المسلحة الحوثية المنقالبة على السلطة الشرعية في اليمن التي تهدد الأمن الإقليمي ووحدة صف الأمة الإسلامية مظاهرات مسيرات إن شاء الله مؤتمرات نحن إن شاء الله نعمل ونستمر إن شاء الله مثل هذه المظاهرات حتى يتحدوا الأمة المسلمة تتحد إن شاء الله ونباهد كلمة المسلمين على الدفاع للحرمين ولمملكة العربية السعودية تحت قيادة حادم الحرمين الشريفين السعودية دولة شقيقة وقدمت الكثير للعالم بوجه عام ولباكستان بشكل خاص ونحن في حزب الجماعة الإسلامية لن نترك السعودية وحدها هذا هو وقت الاختبار سنقدم كل ما يمكننا للدفاع عن السعودية ودعم عصفة الحزم ضد المتمردين الحوثيين الذين لا عهد لهم الشعب الباكستاني جدا مستأ من قرار البرلمان المحايد يبدو أنهم لا يعرفون حقيقة ما يجري في اليمن والمخاطر المحيطة بالأمة علاقتنا بالسعودية أهم من أي دولة أخرى ولا ننسى وقف السعودية معنا في كل الأوقات ففي وسط إقليم البنجاب نظمت مسيرة حاشدة مسيرة رافضة للتمرد الحوثي على السلطة الشرعية وردد المشاركون هتفات ضد الإنقلاب الحوثي مطالبين بإرسال قوات باكستانية إلى المملكة العربية السعودية على الفور ووصفوا ما يجري في اليمن بأنه ليس شأنا داخليا أو خلافا مذهبيا وإنما يعكس إرهابا يمارسه المتمردون الحوثيون على حكومة شرعية نحاول أن نوجد الضغط على الحكومة الباكستانية وإن شاء الله نتوقع أن النواز شريف وعند الحكومة الباكستانية سوف تأخذ قرار إرسال القوات الباكستانية من الجيش المكسف والأسلحة وكل ما تحتاج السعودية إن شاء الله الشرع الباكستاني كما ترون في مدينة قجراولا خرج عن بكرة أبيه للتعبير عن دعمه للمملكة في كل ما تقوم به لردع الجماعات الحوثية التي ذمرت اليمن وتحاول افتعال المشاكل على الحديد بين السعودية واليمن نحن جاهزون للتصدي لهم شكلت صلاة الجمعة فرصة بالتعريف بخطورة التمدد الحوثي المدعوم من إيران في اليمن وعواقبه على المنطقة برمتها وأعلن خطباء المساجد في أنحاء مختلفة من باكستان عن دعمهم ومساندتهم للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن الشرعية باليمن وجددوا العهد مع المملكة حكومة وشعبا بالوقوف معها للدفاع عن المقدسات الإسلامية وعن أرض الحرمين الشريفين اليوم 74 ألف مسجد في مختلف المدن والأقاليم الباكستانية والمنتمين لمجلس علماء باكستان أدوا القسم والعهد للتعبير عن تضامنهم مع المملكة ووقوفهم لحماية الحرمين الشريفين وذلك من خلال خطب الجمعة اليوم ولا شك أن أي مسلم وخاصة الباكستانيين مستعدون لتقديم أرواحهم ودمائهم لحماية المملكة وحماية الحرمين الشريفين إذا ما تعرضوا لأي تهديد كنا وياكم مع هذا التقرير الذي أتانا من باكستان وهذا التأييد أيضا لعاصفة الحزم والكثير من الذين ظهروا في هذا التقرير حقيقة هم يخالفون أيضا ما أتخذوا البرلمان الباكستاني بالحياة في مثل هذه الأمور التي تصب في مصلحة الأمة الإسلامية أستاذ عبد الله ونحن نتحدث ونشاهد هذا التقرير ونتحدث أيضا عن الدعم والتأييد لعاصفة الحزم من كل مكان كيف نشاهد هذا التقرير الذي تحدث لنا من باكستان عن التأييد الكبير من الشعب الباكستاني؟ هذا التأييد الباكستاني مجموع جميع التأييد من العالم العربي والإسلامي لعاصفة الحزم وهو أمله أكبر وطموحاته أكبر والآن عندما يراد النيل من المملكة العربية السعودية إنما يناه إلى النيل من قبلة الإسلام والمسلمين والتكلم فيها وفي عاصفة الحزم الآن التي تريد أن ترد الحروق لأهلها وتكسر شوكة المعتدين فإنها تطلعات الأمة عملتها عاصفة الحزم في يوم قامت بعد منتصف الليل فكأن لسان حال المسلمين يقول تنفست السعداء حينما رأيت هذا الحدث الجلل في الحدث العظيم ضد هؤلاء المتغطرسين المد الإيراني المد الفارسي يريدون ابتلاع الأمة العربية والإسلامية والآن الشعور شعور إسلامي مع عربي متضامن عاصفة الحزم أتت لتوحد جميع الأقطاب سواء السياسية أو العسكرية أو القبلية أو الناس العاديين في جميع بقعاء الأرض أصبحوا الآن ينظروا إلى المملكة بأنها قائدة لتحول عظيم في نصرة الإسلام ولم شمل المسلمين والعرب تحت كلمة واحد سسعد يعني إذا تحدثنا عن دول الخليج تحدثنا أيضا عن الأقطار المعتدلة في العالم الإسلامي والعالم العربي هم ليسوا دعاة حرب وإنما إذا أتت الحرب فإننا نعرف جميعا بأنهم أهلها كما قال الأمير سعود الفيصل نحن لسنا دعاة حرب ولكن إذا قرعت طبولها فنحن أهلها صحيح وهذا يمكن أفضل تعبير عبر عنه سمو الأمير سعود بأننا بالفعل نحن أهل الحرب عودة بس إلى حياد باكستان يعني حيادها في هذا الموقف لم تكن يعني في الدبلوماسية دائما تبحث عن الحشد السياسي لذلك ما أكبر باكستان إحدى الدول الداعمة للمملكة أردت أن تتخذ الحياد في هذا القرار وهو قرار محترم ومقدر حتى لدى التحالف بهذا الموضوع رغم أن البرلمان لم يعكس يعني لم يعكس مزاج الشارع الذي كان مطالبا بالمشاركة بهذا الأمر أو بهذه العاصفة عودة إلى سؤالك بالنسبة إلى تلاحم الدول الخليجية هذا التلاحم ليس غريبا كان قبل عاصفة الحزم هناك عاصفة أخرى وهي عاصفة الصحراء والتي أيضا عادت الحق الكويتي أيضا وللأسف من جار آخر وأيضا كان فارسها طيب الله ثرا خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز وأخوانه من الملك عبد الله طيب الله ثرا ورحمه الله وكذلك أطال الله بعمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وهذا النهج الجديد والنفس الجديد ليس غريبا وهنا هذا النفس الشبابي الذي بدأ يطفو ويخرج على الساحة ليعيد النشاط مرة أخرى لهذه الأنظمة ولهذه الشعوب التي بالفعل هو تلاحم حقيقي لا تحتاج التجربة أن تبينها هناك تجارب كثيرة ولحمة كثيرة هناك يعني أريد بس أن أعرج أيضا على موضوع حسن نصر الله هناك نقطة مهمة اليوم تحدث عن موضوع اتهم السعودية وتحدث وكأن السعودية هي داعمة للإرهاب وهي من تصدر الإرهاب وهي من لديها وهذا ما يقول إعلامهم وهذا ما يريد أن يسوق بأنها السعودية من تصدر داعش والأفكار أو الخلايا المتخلفة أو الخلايا الرجعية أو التي ضد الإنسان وضد الإنسانية يعني السعودية إذا أراد حسن نصر الله أن يقف فقط أمام نفسه فقط يعني أن يقول حتى السعودية تضررت من هذا الموضوع بل وتصف هذه الفئة بالفئة الضالة وتتابعها وانكوت من نارها وتريد أن تساهم وتساعد في هذا الأمر لذلك يعني غريب المنطقة يعني غريب ما يقوله حسن نصر الله إما أنه أصيب بالجنون أو أنه يعني هناك من يدفع دفعا لهذا الكلام وحقيقة هو يعني بالأخير إلى الملال الإيرانية أصبح أسدا عليهم نعم عموما هو يعرف من شكل داعش ومن شكل القاعدة ومن حمى القاعدة وحمى داعش أيضا هو يعرف ذلك ولكنه يريد أن يلتف حول الموضوع وبعضهم موجود في إيران من بداية القاعدة وهم من أدخلهم إلى أفغانستان ومن أدخلهم في العراق لو سمحت لي أستاذ عبد الله يعني معنا الآن مداخلة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز سعود عضو هيئة البيعة حياك الله سمو الأمير متعال خير لا فيه متعال خير على ضيوف الكرام حياك الله وشكرا على هذه الأريحية وأيضا هذا التجاوب مع الحدث بالله تشرفني الله الله يخلي سمو الأمير بداية نحن نعرف بأن لكم الخبرة العسكرية وأنتم عملتم في خدمة الوطن في الجانب العسكري وتحديدا في سلاح الجو كنتم أيضا أحد الجنود الذين دافعوا عن هذا الوطن يوما من الأيام الآن ونحن نتحدث عن الحملة الجوية الموجودة في اليمن كيف رأيتم هذه الحملة من بدايتها أولا حبا هني سيدي خادم الحرمير الشريفين الملك سلمان على قرار الشجاع والحكيم على ما أسميه سيف الصحراء وليس عصفة الحزم أو سيف الحزم وليس عصفة الحزم لأن العصفة تأدأ والسيف لا يهدأ على كل معتدي على نصرة الشرعية في اليمن قواتنا الجوية مثل باقي قوات المسلحة نعم الذي لها دور عظيم في حماية وطننا نعم والدولة سخرت في كل الأمكانيات لها من طائرات والتدريب طيارين الأبطال ورأينا الضربات الجوية الاحترافية الذي شهد لها العالم وأعادوا حيبة العرب جميعا والدولة السعودية صحيح أخيرا ما أحب أني أنسى لو الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله عليه الله يرحمنا في بناء هذه القوات المسلحة التي نسخر فيها جميع النزام نعم حقيقة يعني جهود الأمير سلطان رحمه الله عليه وكذلك أخوانا رأيناها اليوم عندما احتاج الوطن إلى أبنائه فهم يضحون في سبيل رفعة الوطن ورفعة الأمة الإسلامية والعربية سمو الأمير نحن نعرف الروابط القوية بين الشعب والقيادة في مثل هذه المحن لنبعض شكك في هذه الرابطة كلمتكم لهؤلاء وقد عرتها عاصفة الحزم اللي شكك في هذا الروابط ما يعرف الشعب السعودي وقيادته الغير مشتوردة والغير مؤدلجة ما يعرف توحيد هذا الوطن على يد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه والمواطنين يد واحدة كذلك كان توحيد الجزيرة العربية من التلاحم بين الملك عبد العزيز والسعوديين والمواطنين جميعا أعداء السعودية والعرب جميعا يعرفون ذلك كذلك أبواقهم اللي عرتهم عاصفة الحزم وهم الآن يطربون أخماس وأسداز على ما حصل في هذا البلد الشقيق والذي تارت السعودية لنصرة الشرعية أخيرا سمو الأمير ونحن أيضا نعرف بأنكم خدمتم الوطن أيضا في منطقة نجران للمدة أكثر من 12 عاما وكانت لكم أيضا علاقات مع الجانب اليمني كيف رأيتم المواطن اليمني ونظرته إلى المملكة العربية السعودية وشعبها في هذا الجانب أولا لعلاقات مع أخواننا اليمنين والشرفية لمس منهم الامتنان للسعودية على تخليطهم من إصابة الحوتيين ومن وراءهم نعم جميل الآن أعتقد سعد لديه مداخل سمو الأمير بشكل سريع سمو الأمير مساء الخير شكرا أبو خير يعني يقولون أو قالها الملك المؤسس الحزم أبو العزم أبو الظفرات والترك أبو الفرق أبو الحسرات هذا نحصد الحزم والظفر بإذن الله صحيح صحيح هذه من مقولاتها المشهور صحيح عموما سمو الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيزة سعود عضو هيئة البيعة نحن نعرف مشاغلكم ولكن نشكر لكم هذه الريحية ومداخلتكم في مثل هذه البرامج التي تصب في مصلحة الوطن ومصلحة الشعب ومصلحة الشقاءنا في اليمن الشقيق شكرا لك ألافو الأخون شكرا لك سمو الأمير سسعد يعني نحن حقيقة يعني استمعنا إلى كلمة سمو الأمير ومداخلة الطيبة في هذه الحلقة وتحدث أيضا عن الأخوة في اليمن الشقاء في اليمن البعض حقيقة يعني تحدث عن أنه الشعب اليمني كاره هذا التدخل وأنه لا يريد هذا التدخل ونحن نعرف من يتكلم في هذا الجانب ونعرف أنه كلام غير صحيح لكن عندما ترى الأخوان في اليمن وأيضا معنا الأستاذ عبد الله موجود معنا في الاستوديو أيضا يتحدث في هذا الجانب عندما ترى هذا الحب للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج ماذا تقول لهؤلاء الذين يتبغترون في كل ساعة ويتكلمون في هذا الجانب بأن الشعب اليمني لا يريد هذا التدخل ويريد أن يحمي وطنه وكأنه أيضا التدخل الحوثي والتدخل الإيراني مسموح في هذا البلد الشرعي التدخل دائما الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية يعني دائما كانت تتدخل بس كيف كانت تتدخل كانت تتدخل بالتنمية في العاصمة السعودية الرياض هذه العاصمة الجميلة ضمت أكثر من مؤتمر لإعادة إعمار اليمن صحيح وكان أنا كنت أحد الشهود كنت صحفي لقناة الجزيرة كنت موفد هنا للحديث عن التغطية السعودية أنا أذكر يومها يعني تبرعت لهذا الموضوع فقط يعني بمليار دولار يعني على الطاولة نحطت لهم إضافة لإخوانها في الكويت في قطر في الإمارات في بقية الدول الخليج تبرعوا فيها فكان في تبرعات كبيرة لذلك السعودية كانت تدخل بالتنمية كانت تدخل دائما بالخير بينهم كانت تحاول أن تقرب وجهات النظر تقرب الفرقاء حتى لا تكون الفرقة يعني كانت تسعى دائما للخير إيران متى دخلت في اليمن متى ونحن أيضا معنا شاهد من اليمن هذا الرجل اللي موجود وهو يمني وشاعر وسياسي وناشط وكيد يعرف اليمن جيد متى تدخلت إيران في اليمن لما تدخلت إيران جاءت المشاكل إيران لا تدخل حين تأتي المشاكل وها لم تتدخل لتنمية وانما تدخلت على ما أعتقد أستاذ عبد الله وهذا ما قال السعود الفيصل لإيجاد حزب الله في لبناء لم تتدخل لتبني مسجدا أو مستوصفا أو مستشفا أو مدرسة تدخلت لتوجد الدانة والدبابة والصاروخ والأسلحة الفتاكة وتدخلت لتغريب الأمة عن دينها ولنهب عقيدتها وللتضيق على أبناء جلدتنا الذين تحدثون بألسنتنا وهم نحن المد نحن المدد للعرب والإسلام والمسلمين ونحن بالنسبة للسعودية من هذه؟ هل يجوز للإنسان أن تتدخل في بيتها؟ وأنت مصل العرب أخير لا لا هذه السعودية نعم هل يجوز لها أن تتدخل في بيتها؟ بيتها اليمن وبيت القطري والإمارات والعربي أي عربي ليس له أصل يمني فليس بعربي على فكرة أستاذ عبدالله عندما سيطر الحوثيون وأنصار المخلوعة لعبدالله الصالح على صنعاء وجدنا أيضا هناك اتفاقية بين الحوثيين وإيران لزيادة عدد الرحلات ولا أدري رحلات ماذا تكلموا على أنها أدوية أعتقد أن هذه الرحلات ثلاث رحلات في اليوم لمدة شهر أعتقد بأن لو كانت هناك أدوية لم يتسع لها مكان في اليمن لو كانت هناك أسلحة يعني أدوية لكانت حلت القضية في صنعاء الآن التي نستقدي يعني حتى الأسرة للمرضى هنا في صنعاء ولكن أسلحة للقتل أسلحة فتاك قتل وليس سفاعلها للنيل منا من كرامتنا من جهدنا طيب كيف جاءت يعني كيف جاءت يعني كيف الحوثي تغلغل إلى أن وصل إلى صنعاء وإلى الدخول وهذا الأمور بمساعدة لعبدالله الصالح لعبدالله الصالح وطبعا وادرع تأيران لكن بداية تهد كانوا يقولون عن الوجبة وأنه نريد سعر الوجبة والتفاوض على سعر المترون تحدثوا عن 500 ريال فقط 500 ريال كانت بداية اليوم كم نحن كم دماء سالت يقولوا صلى الله عليه وسلم لهدموا الكعبة حجرا حجرا أهوان عند الله من إراقة دم المسلمة وإنتم تدخلوا من أقل 500 ريال يمني بمعادة الحجرة ريال يا سعودي نعم طيب دعني أتجاه أيضا نشرك أيضا الأستاذ أسعد من بيروت في هذا الحديث الذي يتحدث عن نفسه حقيقة في هذه المشكلة يعني نحن أستاذ أسعد نعرف بأن المملكة العربية السعودية مدت يد العون لكافة الدول سواء الدول الشقيقة الإسلامية منها وغير الإسلامية والصديقة أيضا مدتها عندما تعرضت إلى فيضانات عندما تعرضت إلى حروب حتى الدول غير الإسلامية ولكن ماذا قدمت إيران في الجانب الآخر هل قدمت الخير أم الشر للشعوب والقاليم العربية تحديدا والإسلامية أخي أنا كلبناني أقول لك تجربتي في رؤية العلاقة اللبنانية مع السعودية جميل ويمكن أن تأخذ هذه العلاقة كنموزج يعني السعودية هي دولة مسالمة أكثر من اللزوم الحقيقة صحيح تبني سياستها الخارجية عربيا على مبدأ دعميم الأمن والسلام وهذا ما ينادي بالإسلام السعودية هذا ما ينادي بالإسلام تماما تماما يا أخي أنا لا أتكلم طائفية ولا أحب الطائفية أنا مسيحي لبناني وأنا أراقب عمق هذه العلاقة اللبنانية السعودية وأعرف أن السعودية تساعد المؤسسات الدينية المسيحية كما الإسلامية أن السعودية في لبنان التي تبرعت بمبلغ أربع مليارات دولار للجيش اللبناني كان بإمكانها أن تنشئ عشرين ميليشيا سنية صحيح عشرين صحيح صحيح ولكن ماذا فعلت توجهت مباشرة إلى المؤسسات لدعم المؤسسات الرسولية تماما لم تدعم المسلمين السنة وتترك المسيحيين والشيعة وغيره ومن المعيب أن أتكلم طائفيا ولكن هذا ما حصل ولكن هذا هو كلام العقل يعني العقل هو الذي يتحدث وليس الدين لأن لأن المملكة تدعم الاستقرار وهي تعرف أن استقرار لبنان واستقرار كل الدول للأشقاء العربية هي أيضا من استقرارها سياستها الخارجية تقوم على مبدأ الاستقرار والنمو وتطلع إلى الازدهار وليس على تصدير العنف والإرهاب وتسليح المجموعات داخل الأوطان وتفكيك الهويات الوطنية هذا هو الفرق الجوهري ما بين إيران والسعودية السعودية اللي ليس لها مصالح نعم لها مصالح ولكن مصلحتها تقتضي ببناء السلام في المنطقة ببناء أفضل العلاقات مع أشقائها وليس بمحاولة شق وتأليب الجماعات على بعضها داخل الوطن الواحد ماذا تفعل إيران إنها تسلح بعضا من احتكروا القرار الشيعي في لبنان وتسلح شيعة العراق وتسلح بشار الأسد وتسلح الحسيين وتلعب بأمن البحرين على أمل أن يكون كل هؤلاء عناصر تفتيت داخل مجتمعاتهم وأوطانهم لبناء النفوذ الإيراني وهذا هو الفرق بين الدولتين باعتقادي أن أريد أن تطرق إلى ما كنتم تتفضلون به قبل قليل وهو أن إيران لو استبدلت ما دفعت دفعته من أموال في لبنان على سبيل المثال لحزب الله بالتنمية وببناء المستشفيات والجامعات ومراكز الأبحاث والطرق والأتسردات لكانت نقلت الطائفة الشيعية إلى إلى أعلى المراتب ولكن للأسف لقد ورطت لبنان وورطت جزءا من الطائفة الشيعية في حروب عبثية وجعلتهم كجاليات في مواجهة أخوانهم وشعوبهم وهذا أمر مرفوض ويجب علينا جميعا أن نحاربه لأن الشيع العرب هم جزء أصيل من هذه المنطقة ولكن إيران تستمر بالتخريب لهذا مسؤولية عاصفة الحزم مسؤولية المملكة العربية السعودية مسؤولية العرب جميعا هو أن لا يسمحوا بهذا الصراع المذهبي بأن لا يسمحوا لإيران بأن تمد أيديها لتعبس بالحدود الوطنية والكيانات ولأن تهدد الدول العربية باعتقادي أن أن هذه المسؤولية المملكة العربية السعودية على رغم كل العنف الكلامي المتوادى الآن ستبقى على قدر هذه المسؤولية لأنها تعرف أن الحفاظ على الأمن القوم العربي هو من مصلحتها وهو من مصلحة العرب جميعا نعم عموما مشاهدين الكرام ونحن نتحدث وسنتحدث أيضا عن مسؤولية المملكة لأن المملكة العربية السعودية تعرف جيدا بأن تفكك الدول العربية ليس في صالح الأمة وليس في صالح الأقطار العربية والأقطار الإسلامية ولكن إيران أيضا يهمها مصلحتها وهي لم تعتبر حقيقة الدول التي تدخلت بها لم تنتصر فيها بدءا في سوريا في العراق الآن نشاهد المشكلات المتعددة وكذلك في اليمن لو تدخلت فهي لم تنتصر في نهاية الأمر لأن لليمن أبناء ولليمن أيضا رجال سيدافعون عنه ضد هذه الطغمة الطاغية التي زرعتها إيران في المجتمع اليمني دعونا الآن مشاهدين الكرام نتج أيضا الزملاء في العداد عدوا لنا تقريرا أيضا من واشنطن سنشاهدها أيضا ونعود للحديث في الحدث لهذا اليوم جدد وزير الدفاع الأمريكي أشتين كارتر التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتحالفها الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية حيث أكد خلال مؤتمر عقده في مقر وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون بولاية فيرجينيا أن كل جهود المملكة تحظى بالدعم الكامل مشددا على أن المملكة تحقق نتائج كبيرة في حربها ضد الإرهاب والعنف والتطرف المتمثل بالحثيين والقاعدة على حد سوى مشيرا إلى أن هذا الالتزام يفرض على واشنطن تقديم الدعم للحفاظ على أمن الحدود السعودية ومصالحها هناك أمران أولا بالنسبة للسعودية يربطنا بها تحالف طويل ونحن نأخذ على عاتقنا مساعدتهم للدفاع عن أنفسهم وعن حدودهم ولنا معهم صداقة طويلة وفيما يتعلق باليمن فإننا ندعم العملية السعودية في اليمن وهدفها دعم الشرعية وتمكن الحكومة من مرست مهامها وهو أمر جيد للشعب اليمني وللسعودية للدفاع عن حدودها وأمر مهم بالنسبة لنا لأنه يجلب السلام والاستقرار في اليمن الأمر يتطلب أن نقدم المزيد من الدعم لمزيد من الجهد العسكري والسياسي للسعودية لردع الحوثيين وإعادتهم إلى جادة الصواب في الالتزام بالاتفاق السياسي الوزير كارتر وخلال المؤتمر الذي جمعه برئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أكد أن الولايات المتحدة تدعم المملكة العربية السعودية على كافة الصعود في مقدمتها مساعي المملكة للقضاء على الإرهاب والعنف والتطرف في المنطقة مشيرا إلى أن دعم الشرعية في اليمن وردع الانقلابيين الحوثيين واحد من أهم سبل إحلال الأمن في المنطقة نحن ندعم السعوديين في جهودهم لضمان أمن المنطقة وفي قيادتهم للجهود والمحادثات السياسية في اليمن وهذا ما نتفهمه وهو هدف مشترك لكلينا وهو سبب رئيسي نعمل عليه سوية كما قال الجنرال ديمبسي حيث أن الجنرال أوستن يتواجد الآن في الرياض وننسق على أعلى المستويات مع المملكة العربية السعودية على الصعيدين العسكري والسياسي مراقبون يرون أن العلاقات الأمريكية السعودية تمثل عمقا استراتيجيا وليست محل نقاش إلا أن هذه التصريحات الأمريكية المتكررة للحديث عن الدعم الأمريكي تمثل ردا على المشككين بعمق هذه العلاقات فضلا عن الرد على محاولات الانقلابيين ومن ورائهم إيران لزعزعة أمن الخليج العربي هذا كمان دليل على ازدياد المساعدة الأمريكية للتحالف العربي وبشكل خاص للمملكة العربية السعودية إنها الإطلالة الثالثة لوزير الدفاع الأمريكي آشتين كارتر لتأكيد التزام واشنطن مع المملكة العربية السعودية فعلى ما يبدو أن الاستراتيجية السياسية والعسكرية الرصينة للمملكة تدفع الحلفاء لتجديد عقد تحالفهم لتلفزيون المملكة العربية السعودية عمر محمد واشنطن العاصمة إذن مشاهدين الكرام كما شاهدنا جميعا هذا التقرير الذي أيضا يظهر لنا من واشنطن تأييدا لعاصفة الحزم وهذه المرة من الولايات المتحدة الأمريكية سأسعد يعني إذا تحدثنا عن الجانب الأمريكي يعني ظهرت أصوات في الجانب الأمريكي بأن أيضا الولايات المتحدة لم تبلغ من المملكة العربية السعودية ببدء عاصفة الحزم أو بأنها ستوجه ضربة إلى اليمن وذكر بعض المسؤولين هناك هذا الشيء هذه التقارير التي أيضا متوالية من الولايات المتحدة وتؤكد على عمق العلاقات بين المملكة ودول الخليج وأن المملكة وأمريكا أيضا ستدافع أمريكا عن مصالحها في الخليج وفي المملكة العربية السعودية ولن تتقف متفرجة في هذا الجانب هذه المغازلة الأمريكية للمملكة العربية السعودية كيف رأيتها كإعلامي كخليجي وهذه القوة التي اكتسبتها المملكة العربية السعودية وجعلت دولة عظمة كالولايات المتحدة الأمريكية أيضا يتباين لدى المسؤولين لديها الرأي بين من يقول بأننا لم نعلم من يقول بأننا وبلغنا ولكن في اللحظات الأخيرة إلى ما لذلك صحيح بالنسبة للعلاقة علاقة جيدة العلاقة الخليجية والعلاقة السعودية الأمريكية هي علاقات ممتازة في الفترة الأخيرة كان هناك ضعف في العلاقة أو فتور في العلاقة هناك إشارات أعطت إشارات لصانع القرار الخليجي وكذلك في المملكة العربية السعودية أعطت إشارات بأن هناك ميلان أمريكي تجاه إيران وخصوصا بعد الاتفاق النووي الغربي خمسة زايد واحد مع إيران هذه الإشارات أقلقت حقيقة صانع القرار الخليجي وأخذت شكوك تجاه التعامل مع هذه الإدارة التي لم تفهم حقيقة كيف تتعامل هذه الإدارة مع ملفات ومع منطقة مهمة جدا ومنطقة تحيط بها المشاكل من كل مكان يعني الحرائق في كل مكان حول دول الخليج لذلك رأت المملكة وكذلك حلفائها الذين تثق بهم من دول الخليج تحديدا وكذلك من بعض الدول العربية أن تنطلق هذه العاصفة بشكل سري ترتيب أمورها بشكل هادي بعيدا عن أعين الإعلام بعيدا عن أعين الأحاديث أو إضاحة مؤشرات على مدى هذه العاصفة هذا النجاح لهذه العاصفة أيضا خلق تساؤلات لدى الأمريكان وكيف أيضا كيف جمعت هذه القوات كيف حددت ساعة الصفر لهذه الانطلاقة كيف أخرج الرئيس الشرعي أبدالبو منصور هادي من اليمن كيف رتبت هذه الأمور إلى الساعات الأخيرة وكان السفير السعودي موجود في عدن ولذلك من الصعوبة أن تنطلق مثلا حرب في وجود أيضا أحد المسؤولين المهمين في السعودية قد يتعرض على الأقل إلى مثلا اختطاف إلى قتل يعني في أمور كثيرة ومع ذلك استطاعت المملكة وهذه بركات رب العالمين وبركات أهالي هذه المنطقة وخيرات هذه المنطقة أيضا والخليجي ترى بالأخير مش شخص مغفل ليش عندنا عقول ونفكر ولا ينقصنا شيء ونجحنا في كل جنوح هذه المنطقة هذا ما بدأت فيه مقدمة أنه جنوح هذه المنطقة وهذه الأنظمة إلى السلم دائما يعتقد الآخرين بأنه هو ضعف جنوحهم نحو التنمية إنما هو خوف ولذلك حتى حسن نصر الله وغير حسن نصر الله من فكر بأن هذا التفسير أو رأوا بأن هذا التفسير وهذه الدول لا تستطيع أن تحدد نفسه هم مجموعة بدوا يركبون الجمال ليس عندهم فكر ليس عندهم فكر يعملون على الموبايلات وسمارت يعني الآيفون وغيرها وهم مشغولين في حالهم هل تعتقد أن أصفة الحزم نظفت العقول بالضبط العربية والسلامية والعالمية الأقل خلافي على الأقل هي يعني كل ما عشأش في عقول هؤلاء القومجية وهؤلاء الذين يعني يرون بنظرة دونية أعتقد الآن بدأوا يضعون لنا حساب وأن الخير ونحن لا نريد أن نكون أفضل من الناس بالأخير يعني لا نريد أبدا لا نريد أن نقول إحنا أفضل من العرب لا نحن وضعونا في منزلات فقط لا نريد أكثر من ذلك وليس الخليجيين الإعلام موجود بالخليج الثروة موجودة في الخليج ومع ذلك لم نتباهى بها ولم نحفظها لأنفسنا فقط بالعكس كما قلت قبل غيرت مدوا أيديهم للجميع وبلا منا ولا يريدون الشكر ولا يريدون فقط أن تستقر هذه الأوطان وتستقر هذه المنطقة هذا ما يريدون هذه رسالة الخليج السلام الصداقة وعدم تدخل في شؤون الآخرين هذا ما تريدون وحملة المملكة العربية السعودية وأيضا دول التحالف في هذا الجانب ليست للخليج وإنما للعالم العربي والعالم الإسلامي سعد سيد عبدالله عفوا عندما نتحدث عن الجانب اليمني وأيضا المواطن اليمني البسيط المواطن العادي عندما رأى عاصفة الحزم ورأى هذه الطائرات وأيضا النصرة الشرعية يعني كان يحدثني أحد الأخوان من اليمن ويقول لقد فقدنا بعد أن اقتربت ميليشيات الحوثيين وأيضا أنصار المخلوع علي عبدالله الصالح من عدن فقدنا الثقة وفقدنا أيضا الوطن ولكن عندما أتت هذه العاصفة عادت الأمور إلى نصابها وأحسسنا بنخوة العربية الموجودة طبعا هناك ضحايا كثير ممن يقتلون سواء بميليشيات الحوثي أو بالمخلوع ولكن أذكر قولا للإمام ابن القيم يقول من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التضحية من لمح فجر الأجر وكأنه يقول كأن هذا العمل الذي قام به الحوثيون وصالح إنما هو ظلمة منذ ثلاثة وثلاثين سنة ولم نجد من ينجدنا كانت لهناك ثورة وتم الاحتيال عليها واللف والدوران وتقاسبوا ثم أتت هذه النجدة من العليل القدير بعد عناء قتل إذا كان في الحوثيين لهم ما يعادل ثمانية وعشرين ألف قتيل بمقارنة بستين ألف جديد قبل عاصفة الحزم كان هناك قتلة في اليمن من الحوثيين الآن قيل للحق خلال المظاهرات انظر أيها نعم والإعلام المظلل يتكلم عن أن القتلة لم يأتو إلا بعد عاصفة الحزم وأن عاصفة الحزم هي التي أبادتها انظر عندما قتل الحوثيون يقولون أنهم قتلوا حينما تواجهوا مع الدولة في مظاهرات في صنعا ماذا حدث قتلونا قالوا فتحركوا بالقوات واحتلوا مواقع عسكرية ورئاسة الدولة قتلوا الحوثيين من هم الدولة يقولون أن مجموعة من العسكر أتباع علي محسين المجموعة والأتباع علي عبد الوصول يعني كأنه حرام على بلابله الدوحو حلال للطير من كل جنسي يعني قتلهم أبرياء وقتلنا تكفيريون ثم هناك استمر الناس في الظلم والقهر والتعذيب والاختطافات وتهديم البيوت تهديم المساقد هناك قيل لهم من لمح فجر الأجرهان عليه ظلام التنغيجات لكن أبي أقتن بهذا أنه قيل للحق عندما تنصل الناس من حولنا قيل للحق أين كنت يوم أن عربد الباطل كل مخلص في اليمن كان يقول وين من ينصرنا قيل للحق أين كنت يوم أن عربد الباطل قال كنت تحته أبتث قذوره الآن أتت عاصفة الحزم نعم سيد سعد يعني ورأينا في الأيام الماضية اليومين الماضيين أيضا نصر دبلوماسي للتحالف المملكة العربية السعودية وأيضا المضمين لها في هذا الجانب نصر سياسي في الأمم المتحدة والحقيقة هي عاصفة أخرى أتت على بعد عاصفة الحزم وأذهلت أيضا الجانب الآخر الذي كان يراهن على نفسه وعلى قوته رؤيتك لهذا النصر السياسي أيضا كيف حدث؟ يعني أول شيء أسألك هل تشاهد برنامج نديم قطيش؟ تقريبا بعض الأحيان هذا برنامج ساخر بارع مقدمه معروف معروف نعم صحيح في تفنيد نعم أحد أبرز التخرصات التي قالوها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي تبنى المجلس التعاون الخليجي تقريبا بشكل كامل هو أن هذا البيان هذا الانتصار هو محاولة لإنزال السعودية من على الشجرة نظرية أن هناك من صعد على الشجرة ويفترض من يتم إنزاله على الشجرة لكي يخلصه من مأزق ما فيما هو انتصار لعملية التحالف يعني هم يرون يتم تصدار هذا القرار وفق الفصل هم يرون بأنها أيضا دهاء سياسي من الجانب الآخر وليس نصر للسعودية في هذا الجانب الطرف الآخر لا هم يحاولون متخبطون يعني من جهة يحاولون تصويرها أمام جماهيرهم بأنها تشكل انتكاسة للمنملكة العربية السعودية وانزالها عن شجرة المأزق ومن جهة ثانية الموقف الحقيقي يعرفون أن قرارا من هذا النوع بموجب الفصل السابع يعني أن عاصفة الحزم التي انطلقت بأوسع تحالف وتأييد عربي دو دولي وإسلامي باتت اليوم تحظى بالشرعية الدولية من خلال صدور هذا القرار الذي يؤكد على الشرعية اليمنية والذي يطالب ميليشيات الحوسي بالانسحاب والذي يضع عقوبات على علي عبدالله الصالح والحوسي وباعتقاد هذا القرار غطى عملية عاصفة الحزم بشكل كامل وعطاها مشروعية دولية وهو لا يقل شأنا عن سير العمليات العسكرية لأنه يعتبر من وجهة النظر السياسية أن روسيا التي عزلت داخل المجلس الأمن اضطرت لعدم التصويت وإيران بدأت وكأن ليس لها صوت واحد في المجتمع الدولي يدعم ما تقوم به في اليمن وأن وجهة نظر الدولية والمجتمع الدولي كلها تصب إلى جانب عاصفة الحزم أنا باعتقاد أن هذا يشكل انتصارا كبيرا لشك لأن روسيا التي مارست ما مارسته في مجلس الأمن دعما لنظام الأسد ترددت في اليمن في تعطيل وممارسة حق البيت ضد هذا القرار وهذا هو الانتصار نعم للجانب الإيراني أعتقد بأنه قبل هذا القرار كان لديه مبادرة وضعها بكل فقل وبكل قوة ولكن بعد القرار تراجع عن هذا الأمر وبدأ يتخبط يمنة ويسرى يعني هذه المبادرة هي خدعة بالحقيقة لا يوجد مبادرة اسمها أن يتمدد جماعة الحوثي على الأرض ثم يقولون لك تعال لنتفاوض على المكاسب التي حققناها حققنا مكاسب ثم التفاوض على ما بعد هذه المكاسب هذا أصبح أمر مرفوض السعودية شعرت أن الإيراني أصبح داخل غرفة النوم أو داخل المنزل وبالتالي هذه الأسلوب المخادعة في التمدد على الأرض ومن ثم الدعاء عطاء المبادرات هو أمر ساقط وباعتقادي أن الحل في اليمن لن يكون إلا عبر العودة إلى المبادرة الخارجية وعودة الشرعية اليمنية وانسحاب الحوثيين من المناطق التي دخلوها وبالتأكيد من صنعاء وعدن والعودة إلى توحيد اليمن ومحاسبة علي عبدالله صالح على ما فعله السعاد عندما نتحدث عن المبادرة الإيرانية في هذا الجانب بأي حق إيران تقدم مبادرات اليمنية؟ ما هي الصفة لإيران؟ إيران قدمت المبادرة بشكل سريع بعد النصر الدولوماسي السعودي الخليجي لحصولهم على القرار 2216 الذي هو في الأصل مبني على القرار 221 الموافق عليه بالإجماع بما فيها روسيا بما فيها كل الدول لا أنا أقصد لذلك إيران أنا أفهم لذلك إيران أنا أقصد فهمت سؤالك لذلك إيران أرادت أن تفسد هذا النصر الدولوماسي بتقديم مبادرة اعتقدت بأنها ستخفف من هذا النصر السعوديون والخليجيون متأكدين جدا بأن هذه الأمور ستسير وفق الحق لذلك أي مبادرة تقدم إيرانية أم غير إيرانية هذا ليست محل قرار أو نظر خليجي حول ما يقولون إذا كانت هناك مبادرات ويتهم إيران شعوب المنطقة فلتقدم مبادرة للدولة التي دفعت 200 ألف قتيل سوريا لنرى الطائرات التي كانت تروح 14 طائرة أسبوعية كانت تصل إلى اليمن بعد سيطرة الحوثي على العاصمة صنعها ثلاث رحلات في اليوم كانت تحمل لماذا لا نشاهد هذه الطائرات تجاه مثلا دمشق الأمر الآخر هذا نرى الآن الحشد الشعبي الموجود في العراق يقتل على العقيدة الهوية لا يقتل على يعني شيء غريب ما تقوم فيه إيران دعني أقول لك أيضا دعني أقول لك بس إذا تكرمت أيضا النصر السياسي الذي قدم في المشروع الأممي هو كان رسالة ورسالة واضحة لذلك المرشد خامنائي بأن حين تحدث عن أن والله هؤلاء شباب ولا يملكون خبرة حين انطلقت عاصفة الصحراء وأنهم سيخربطون المنطقة والتوازنات والتحالفة عاصفة الحزم لأن نلازلنا بالنسبة لعاصفة الصحراء نذكرها ونحب من قام بها وعادها لنا هذه الأرض فأقول لك أن هذه الرسالة حين خامنائي قال بأنها خربطت التحالفات أو محاولة الفرقة بين لخبطت المنطقة وأن هؤلاء شباب قليلين الخبرة حين تحدث عن هذا الأمر هؤلاء الشباب الأمير محمد بن سلمان الأمير محمد بن نايف هؤلاء الشباب وغيرهم هذه الروح التي سرت بهم ستسري في الشباب الخليجي وستسري في عروقنا وسنبقى دائما محبين للعروبة محبين للإسلام محبين للمسلمين محبين للأصدقاء والسلام والصداقة وأيضا لا نريد نحن أي شيء آخر الأمر الآخر سنحتفل وقريبا وسيتجرع كأس الخذلان خامنائي ونصر الله وغيره وكل من يحب هذا الرجل الذي يقبع في هذا المكان ويعتقد بأن الجميع يستمع إلى كلامه سنحتفل وستحتفل خميس سمشيط التي بها الطائرة القاعدة التي تنطلق منها الطائرات تجاه اليمن طائرات الحق هذه الخميس سمشيط ستكون إحدى المناطق كما كانت حفر الباطن مقدمة وفي صدارة المناطق والمدن السعودية تجاه عاصفة الصحراء ستكون الخميس أيضا في صدارة هذه المدن تجاه النصر في عاصفة الحزم تجاه أيضا الأشقاء في اليمن وبلا منه لا نريد من اليمن بلا منه نريد فقط لليمن الاستقرار والأطمئنان ولا نريد غير ذلك وهذا ما تريد عاصفة الحزم عندما انطلقته لنصرة الشرعية واستقرار اليمن ولكن أيضا الإيرانيون يعني مشروع لخبطت المشاريع ضاعت أوراقها تاهت فرغت أوراقها هذه العاصف فرغت كل أوراق الإيرانيون الحقيقة متخبطون في هذا الجانب يعني أنا كنت أريد أن أقاطعك ليقول بأن إيران كانت تقول نحن لنا تدخل في اليمن وأنصار الله والحوثيون لا يعنوننا وبالتالي في الجانب الآخر أيضا يقدمون المبادرات إذا كنتم لستم متدخلين في اليمن فلماذا تقدمون المبادرات؟ يبقوا على الحياة هذا ما يقوله العقل أستاذ عبد الله إذن دعنا الآن نشاهد هذا التقرير عن الأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم ومن ثم سنعود إن شاء الله للحديث في هذه الحلقة من برنامج الحدث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود لخدمة دينه ووطنه والقضايا العربية والإسلامية اختارت مجلات الطايم الأمريكية الملك سلمان لأن يكون أحد الزعماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم لعام 2015 وأكدت مجلات الطايم الأكثر انتشارا على ساحة الأمريكية والدولية أكدت على أن دبلوماسية وشخصية وحنكة خادم الحرمين الشريفين أهلته لأن يكون لأكثر تأثيرا من بين أكثر من مئات زعيم ويتصدر قائمة زعماء دول العالم الأكثر نفوذا وأهمية وأكدت المجلة الأمريكية على أن الملك سلمان يتمتع بصفات ومؤهلات فريدة تؤهله لقيادة المملكة نحو المستقبل معتمدا في ذلك على خبرته الواسعة وحكمته العميقة في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية من أجل رسم الطريق إلى الأمام ليس فقط بالنسبة للمملكة وشعبها وإنما لدول المنطقة والسلام العالمي ككل وتضمنت المجلة العريقة في نشرتها السنوية لأبرز الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم التي بدأت في إعدادها في أوائل عام تسعة وتسعين تضمنت مقالة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي أثنى على الدور المحوري والمهم الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين ودوره في بناء دولة الحديثة وتفنيه في خدمة وحماية الدين الذي يحمله في قلبه وواجباته تجاه الأمتين العربية والإسلامية وإلى جانب خادم الحرمين الشريفين اختارت المجلة الأمريكية التي تصدر أسبوعيا منذ أكثر من 92 عاما اختارت عدد من الشخصيات السياسية المؤثرة على الساحة العالمية من أبرزها المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الهندي ورئيس الروسي ورئيس الصيني والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية والرئيس التونسي ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي وعدد آخر من قادتي وصلنا القرار على مستوى العالم إذن مشاهدين الكرام شهادنا جميعا هذا التقرير الذي وضع قائد هذه الحملة والذي أمر بها الحملة المباركة عاصفة الحزم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رأس قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم وما يشهد به الآخرون هو النبراس الذي نحمله لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والحق هو ما تحدث به الآخرون سيد عبد الله نحن وأنا أشاهد التقرير رأيتك أيضا تشاهد هذه الشخصية الملك سلمان بن عبد العزيز بشيء من الانجذاب شيء من أيضا التركيز في هذه الشخصية التي عادت لليمن شرعية وستعود شرعية وبإذن الله تعالى يشهد الله أنا على الهواء مباشرة الآن وأتكلم ويشهد الله الذي لا إلى غيره ولا يقسم بسواء أني قبل أن تحدث هذه الأحداث وقبل أن تتحرك عاصفة الحزم وقبل أن أراه بملء عيني يعني أني أراه وأتابعه التفت لكفيلي أبو نايف عمر بن عبد العزيز السديس قلت له يا أخي الحبيب والله الذي لا إله غيره أني أحس كذا داخل نفسي أن هذا الرجل سينصر الله به الإسلام والمسلمين لا إله فقال لي قد قرأت قلت له لا والله إحساس من داخل قال والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعادها عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لو لا هما ما كنت أدرها والأرواح جنود مجندة ما تعرف منها أتلف وما تناكر منها اختلف فإني أحبه في الله واصل الله قال له علينا صلى الله بهذه البلد الإسلام والمسلمين أن يلم الله به شمل الشعث والغبر والذين تأمر عليهم أعداء الإسلام أن يلمهم بسبب هذه الأرض الطيبة مباركة التي كان لها الدور الكبير في نجدة أبناء أمتنا أمتنا وأمتكم الأمة الواحدة في اليمن وإنقاذ الشرعية من هذه الغطرسة الإيرانية الفارسية المجوسية إن قلنا سسعد يعني رأيك بهذا الكلام النبع من القلب في مواطن اليمن يعني أول شيء يعني مو غريب هذا الموضوع أن يكون الخادم الحرمين الشريبي الملك سلمان أن يكون ذو تأثير أو من أكثر الشخصيات تأثيرا هذا الأمر يعني مو غريب أولا وليس هناك من يبحث عن هذا الأمر خادم الحرمين وكذلك في هذه العاصفة بالتأكيد أعاد الأمور نصابة حقيقية ولذلك بالفعل تأثيرا كبير كما كان أيضا تأثير للفارس الملك فات طيب الله ثراء في عاصفة الصحراء وكان أيضا هناك تأثير لخادم الحرمين الشريفي الملك عبد الله طيب الله ثراء في أحداث البحرين يعني كل هذه الأمور ولذلك ليس غريبا على هذه المملكة وعلى هذا النظام وعلى هذا الشعب حقيقة أن يحتوي دائما ويتحمل يعني دائما يتحمل أوزار وقضايا كثيرة تجاه الاستغرار للآخرين أذهب إلى ضيفي في لبنان وفي بيروت تحديدا الأستاذ أسعد يعني ونحن نتحدث عن هذه الشخصية تأليق سريع في نهاية هذه الحلقة عن تأثير القيادة الحكيمة على الأمة إذا أتت من قائد عظيم مثل الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعتقد الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تغازل فضلت فضل التي تغازل إيران وتوحي لإيران بأن المدى مفتوح لها في العالم العربي بفعل هذا الاتفاق الذي كان سيوقع أعتقد الجميع أن هناك فقدان لأي مبادرة عربية فإذا بالملك سلمان وإذا بالمملكة العربية السعودية تمسك المبادرة وتقول هناك دولة محورية في العالم العربي هي المملكة العربية السعودية قادرة متى أرادت أن وجاهزة للحرب إذا فرضت عليها وجاهزة لمواجهة التهديد إذا فرضت عليها وهذا ما قام به الملك سلمان بن عبد العزيز وباعتقادي هذا يؤهل السعودية لأن تعزز دورها وموقعها في حماية نفسها وفي حماية الأمن القوم العربي وفي إعادة الثقة التي كانت قد فقدت في العالم العربي جميل للأستاذ أسعد بشارة من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني بجريدة الجمهورية اللبنانية شكرا جزيلا لك شكرا ساذ سعد السعيدي العلام الكويتي